موسيقى مستمعين مرحبا لكم معنا ببرنامجكم راجا كافيرك يأتيكم موعد كل أسبوع مباشرة كل يوم اثنين مباشرة ثمانتين دراجة من الوزيز فيها نرجع الأسبوع ديذ الراجا كل أسبوع كيل لك توليتين نرجع الأخر مباراة لعبة فريق راجاء الرياضي استعدادات آخر أخبار الخاصة بفريق الراجاء الرياضي اليوم تحضر معنا في السوديو اسمعين الكوشام اسمعين الكوشام يمن مباشرش مع الراجل حسيمة بولي فخلاها هنا في الدارة أخلاها مع العائلة دياله هنا في الدارة هذا كان نصيري سي محمد نصيري المدير عامل فريق الرجاء الرياضي وهي شامرا مرام بكاري العادة يحضر معنا برا مجراجة كافي وكانت سنو إلاجها إلى مجراج كنت من الأسباب تكون خير سي محمد بكاري مدري بأمل فريق الرجاء الرياضي المباراة اللي تركت برافوري مي كبيرة هي دي الحاكم موليفا جميع الرجوين كانوا يحضروا على التحكيم للموليفا على الطريقة بجدر المباراة على الطرد دي الكوشا مدير كوكو بجوج اللي خلال الرجاء نقصة بجوج تلعبها بعدما كانوا وغياما تفضل المباراة هذي على تسيير ديلو دي المباراة الجنرال اللي كان لم نجيت ليفار ولم جيت راجاء حنا في الراجاء كافي بطبيعة حانا هضروع على الراجاء والرجوين هضروع على الفريق ديالهم هشام شنو بلكن بعد المباراة قبل ما نضروع على المباراة تقضى إن شاء الله يامو الراجاء مع شباب الريف الحسيني منذكركم ليفار فريق الجيش الملكي منتصر بشودي الأول بجوجة لصفر على فريق الناديب كناسي وغمدون رجعوا شوية شوية مع أمجاد أبو جد الله مفاس تفضل هشام تفضل الناديب المغريبي ويديب المهمية ويوديب المهمية ويعتدون أن بوليفا لا يخيف تخصوص هذا المكان بغض النظر على الفريق ممكن أن يطلب الفريق ولا يمكن أن يستفيد ولكن بوليفا يمكن أن يجعل الشكzeug القليل في الحديث الدولي لأنه في الوقت واحد من الأوقات أنه يمكن أن يحتمل مجتمعه ويجب أن يتفصل ممتعه لفريقين ويعتقد أنه تدفعه لرجاء رجاء وبطبيعة الحال من اللي كيكون رتيبك وكيكون الحكام يمكن أنه عنده اشتقال كافية في نفسه فهو يأثر على القرارات دياله وكن نظن أنه الحال كانت واضحة ديال الحكام بوليف كوشام أخي يا زعمت يا الحكام وي خليك هنا في الضربة كيف يشد القادية يا كوشام بعدها أنا مغير اللقطات كنت تكلم سانيك النار عن الشيطة مستحيل من غير اللقطات كنت أم بوسي مثل عطفها صفرة مستحيل من غير الحكام ولا غلط مستحيل فرقات أخفتك الصفرة الثانية مهكينة هذا الواقع وكيشنو كيف عطوية مدوس معك وكيف وجرت القطاع قلالت كنت كتير مغانا كمش حسيتت سيحكيات تحكيم ديال منهار في هذه المباناة بحكيم بوليفا فاريقة يروبت سيان المقابل تقرب الميكرو السيكوشام لا تقرب لي ماشي تقرب وتقرب هذه ما بتأخذ بك أنذا شكراً. 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 نعم سنة ونزيد نعمل لكي نكون في مقابلة جيدة إن شاء الله طيب علي خلاب وريفة فضل ماتش وش نتح سي تي بي وش في عين كان ضد الراجة هو فضل ماتش أنا ما نقدرش نحكم من الحاكم حيث ما هذا الشي اللي يقولون الرجاوير كاملي نسولك أنتك تلاعب في التنة هذا الشي يبقى الشي كيف سنقول عنده ناس اللي يخطو القارار في هذا المسائل غير هي الورقة الحمراء كيف سنقول الآن الكارت الصفرة الثانية لا يجب أن نستحقر حتى كان يتفادى الحاكم بوليفا وتكمل المقابلة كيف كانت في أجواء زوانا هنا غير رجع بكي شاكوا من تحولوا عن السينا صنع المدر العام الفريق رجا وفي لوغوب كانوا هذه القادية معرفة بلغبة يتخذ فيديو أنه من بعد اللقطات يعودوا ورجعوا لها ويتشوفوها وتستحقوا لما تستحقوا الشغر حالة كانت هي دي الفيغو لما كانت قضاء حمراء ورجعوا وشافوا أنه مستحقش دوزام كارتا ولعب في الكلاسيكو لديك لويس فيغو كانت سعامة ريال مادريد هذه كانت أشهر حالة وكانت حانت بزاف وهذه المؤد التقنية ماشي كفر ماشي شي حاجة الإنسان سيبشي له غادي مبقاش بشد في العقيدة يحش حاجة تقدر دلاش لا تدرش لا تزال في المغرب لا تجد حالة حالة كوشام هي أصلا الخالقة جادة على مستوى الفيفا لأنه بلاطار ولمكتب التنفيذي للفيفا فهو حاسي ينفذ المسألة في جميع المباراة ستكون أخطاء فإلى احتاكم من القادية الفيديو ستتعود جميع ما فيك أخطاء؟ الأوراق لا تدرش على الأوراق الإدارية يعني العقوبات الإدارية هي مسألة هدف تقساب هي مسألة كطلب الكثير من الجراء لأنه سيكون فيها مشكل كبير من ناحية التطبيق لها وش يمكن أنها لأنه في الحالة في المغرب التي ترتاكم بها الأخطاء أكثر سنقول لي ونعودوا بزاف المباراة ويمكن بزاف القرارات سنراجعهم فقد نظر أنه في العودة قبل أن نصل إلى هذه المرحلة يمكن أن تكون اختيار من بعد فحسنا نحسن الآداء الحكام لأنه الآن نقلم من الهامج الخطأ هو الأهم بالنسبة لنا عندما نصل إلى هذه التقنية ومع ذلك تحسين المستوى الحكام فقد تدخل فيه مجموعة من الأشياء وليس فقط نعلمهم غير القانون ما يحفظه ولكن الشخصية الحكام في الاختيار وفي التدرج مهمة جداً لكي تجعله أنه حكام لديه شخصية لأن الشخصية إلى غابة لا يعني أن يحافظ القانون للتحكيم لأنه كان مباراة تكون عندها خصوصية ضغط الحجم لكي يكون كبير يمكن أن يؤثر الحكام لأنه كان شخصيته ضعيف تظلم الرجاء التحكيم كيف ترى وكيف تقرأ الجمهور المناصيرين لا تسمعنا شخص من المكتب كيف تسمعنا المدرب كيف تتقرأتهم كفريق الرجاء شكراً سي أمين أولاً تحية إليك وإلى الإخوة الحاضرين وإلى كل المستمعين الرياضيين لراديو مارس أولاً نفتح على القوة الصغيرة ما نأملهم في هذه الحلقة هو أن نتكلم عن القضايا أن نتكلم على حالات ولا نقصده شخص أنا قلت نابو ليفا قلت كنت نضحك معك نابو ليفا تبقى حكم در مباراة يقضي در مباراة أخرى يكون ناجح فامية في المياه مواصفات أولاً قبل السيهيشام أنا معك الآن نحن في تحول كبير لكرة القدم كل المكونات دي اللعبة خصت تغير باش نقوله أننا الآن في ممارسة احترافية الممارسة الاحترافية عندها محاور كثيرة مشير العقود مشير الإمكانيات المادية هي هذه المكونات على رأسات التحكيم التحكيم بالنسبة لي هو العمود الفقري لممارسة احترافية فإذا كان العمود الفقري منخور فلا يمكن إطلاقاً أن تكون المنظومة سليمة لذلك كان طرح السؤال الكبير أشنا هي المقاييس لتعين حكمين ما لمقابلتين ما هذا المقاييس اللي خصنا رجعوا لها البعداء أولاً كيف يمكن أن نكون حكم في هذه الظروف لك نعيشها نلاحظ أن الحلقة مفقودة ما بين اللجنة الجهوية اللي هي المشتل ديل تكوين الحكم وعلاقتها باللجنة المركزية لا يوجد حلقة لا يوجد سلسلة مفقودة هذه الحلقة هذه العلاقة الجدالية ما بين اللجنة الجهوية للتحكيم واللجنة المركزية للتحكيم مفقودة ثانياً هناك تناقض صارخ هناك شخصيات في التحكيم مهمة على مستوى المديرية أسماء لامعة وتجريبة وحينكة وحكمة في إفريقيا وفي العالم ولكن هل تم تكوين الخلف؟ لأنهم اللي كانوا للمقابلة الرجاء والجيش الملكي كي تطرح السؤال واش الحكام تحيز لفريق ما؟ أبداً لا مصلحة الجيش ولا مصلحة الرجاء ولكن التحكيم كان بكل مواصفات ضعيف وغير مؤهل لقيادة مقابلة من هذا المستوى لذلك كانت القرارات دياله غير مبنية على قوانين تقييم دياله للأخطاء غير سليم وبدليل قاطع أن الآن إلى رجعنا هذه الصور كان وجدوا أن اسماعي الكوشام كيف قلته كيف قال هو ببراءته أنه البطاقة الصفراء ما كيستحقاش تكلموا على كوكو لبين قوصين هو لأول مرة كيعرفوا شنين المرارة ديال بطاقة حمرة هو أربع سنين وفراجة أربعة سنين وفراجة أمرو وهذا المرارة مع الأسف تجسد هل فعلا أن هذا تحكيم ديال الرجاء كان هو اللي خص يكون بين قوصين المقابلة جرى توصل أسبوع الحكم كلهم قلسين فما تدافع وما المانع أن نختار حكم له وزنه وعنده آمال في المستقبل لأن مثلا لاعب مليكي لعب فارق لأمال دياله وشنوه يمشي لمنتخب الموسيير مثلا مليكي سير كيمشي الأقصى ما يمكن يمشي الحكم اللي كيفوت كيتجاوز العمر دياله وفي ترشيح للشارة الدولية ملقاش أمال فلنقبل أخطاء لشاب جديد مقبولة ولكن أن يتم الاختيار على مواصفات غير منطقية وغير مبررة أن نحرق أوراق ما يسمى بالتحكيم لأنه مقابلة الرجاء والجيش أعطت أن هناك خلال الماء في جهة الماء وقد لاحظت بعض المقابلات الأخرين أن هناك لافتات على المدرجات كلها تنددوا بالتحكيم فلا يقال بأن هذا الحكام لا يظلم فارق لصالح فارق أنا أبحث عن مصداقية التحكيم عن عدالة التحكيم في سيغة أخرى كنت أبحثت على شكورهم وهذه الناس التي صهروا على التحكيم لا تكوي الحكام وأنت كتعرفهم أكيد أنا أعطيت عليهم شهادة أنا أعطيت عليهم شهادة قلت أنهم من خيرة رجالة وأكفاء ودوية جريبة وعندهم ديرياء وحين كالة في المستوى القاري ولا المستوى العالمي إذن هما من المفروض أن كنا أسماء اللي إلا ذكرت شيء ما غن نسى شيء حد أخر لا في مدى التكوين ولا في المستوى العالي فإلما كانش هناك إقلاع ديال التحكيم الآن فما أظن أنه سيكون في واحد وقت معين فيطرح السؤال على أية أرضية نتعامل مع هذه التحكيم حتى نرى مثل هذه الحالات وقبلت سيهيشام قلت له ما كانت اجتهادات وأن حكم غلط في حق حكم بحق لاعب وما يمكن نرد الحق لذلك اللعب في المجموعة الوطنية سابقاً وفي الجامعة السابقة نفس الحالة وقعت تطرد الععاب ظلماً وعدواناً في مقابلة معينة منذكرهاش وفي اللجنة التأديبية حاكمت بأن هذا العب خصوة العب في الأسبوع الموالي لأن هناك شهادة ديال المسؤولين لأنه ما قيمة المندوب ما قيمة المندوب ما قيمة المندوب ما قيمة المندوب في الإسبان لا يوجد القانون لا تحكم هنا ما قيمة هذا المندوب لما يأخذش وأنا أتكلم عن معرفة متواضعة على المستوى القاري وعلى المستوى العالمي لأن الحكم إذا كانت قراراته غير صائبة وأفسدت اللعبة وأفسدت المقابلة فما العمل الآن هناك من يقول الحكم لي كيتعاقم ما كنذكر اسميتو لماذا نحن الآن رئيس الجامعة دي الجنوب إفريقي اسميتو معروفة بالله موقف المسيرين كيتعلنوا التوقيف ديالهم المدربين كيتعلنوا عن التقليف التوقيف ديالهم لاعبين كذلك فما الفرق أية قداصة نلبسها لهذا الحكم إذا تسبب في خلق ما يزكي الشغب لأنه لا قدر لا أخطأ حكم راهية الوقود الأساسي لتنمية هذا الشغب بنقصين إذا كان الشغب يستحق أن نقول له إنه ثنمية شغب في ملعب يمكن تأتي عنه أشياء غير منتظرة لا ما بين الجماهير ولا ما بين المسيرين ولا ما بين اللاعبين والحكم يخطأ الأخطاء الأخطاء بشري لا يخطأ وبالله عليك أن الأخطاء المتتالية وكلها بشرية لا يمكن هذا موضوع آخر هذا موضوع هذا موضوع من صديقنا هو حسن مرزاق وفتليفون بشكوم أمال مع الناس وسبوع الجين إن شاء الله يكون معنا المسيرين خادرين وفتليفون وفتليفون بشكوم أمال هذا موضوع هذا موضوع كان سبب مباشر في إطارة الشغب واللي كان تمنع الله أن العلاقة تحسن أكثر ما بين الجمهور ديال الرباط والجمهور ديال الدربيضة في شخص الفرق كلها ديال الرباط مع ديال الدربيضة اللي كان بعض الأهم الأسباب دياله هو التحكيم فإذا كان المسير يجتهد طيلة الأسبوع وطيلة الأيام وطيلة الساعات والله يلي هو الأطور التقنية باش يأخذ مقابلة وكي يأتي حكام يبسدها وكي يساهم في خلق الشغب فمدن بهذا المسير غدا ومدن بالفريق اللي الآن بدأت هذه الشحنة كتتكون من خلال هاد القرارات ديال بعض الحكم لخلق هذا الشغب غدا ولا بغدا يمكن الملعب يتوقف ويمكن هاد اللعب يتعاقب ونحن شفنا هاد العقابات اللي تعرضوا لهاد اللاعبين بجوج أو للإندارات اللي أنا أطرح السؤال واش هاد الحكامي لكي لعب في بطولة ديال الإنجليز ولعب مثل طمطمها مع فريق خور أنا ما غدي خلي التيران خاوي بهالطريقة ديالوه هاد يبقى بوحده وغدي له تراسه في المرايا وغدي عاتب تراسه بيعطي الراسه تهوه لأنه هاد الأشياء تخلق مشاكل اللي كات تبغي تقول واش فعلا أننا الآن غدي نفتحول ديال الاحتراف لست أدري المراقب ما غدا يعطيها أنا غدا والذكر نخاف نتفاجأ بأنه أعطاه تهوه تسعود فاصيلة ثمانين أو عشره والله أعلم لأنه نوعية المراقب كي جعل لعنسي حسن المرزاق وفعلا هذه علمات استفاد هاد المراقبين شنوية الأهلية ديالهم شنوية المؤهلة ديالهم شنوية القرار ديالهم ما شي مراقب يجي سلم علي يقول السلام عليكم مران يجي تراقبك هاد تحكيم يجيب أن يرقى إلى مستوى لك نشدوه اللي لا بغينا كورة القدم نمشيه في المسار الاحتراف نتكلمه بواقعية ماذا فعلنا لهذا التحكيم لا في الأشخاص ولا في المواصفات ديالهم ولا في الشخصية ديالهم لأنه ما يمكنش أنا ناخد حكام القوة دياله هو في الأوراق والقرارات الجائرة القوة دياله في شخصيته في نزاهته في بعض النظر دياله في تطبيق القانون بتطبيق تلقائي وليش تطبيق أعمى وبيخض النظر على الأخطاء الأخطاء البشرية مقبولة الأخطاء العادية مقبولة ولكن أن تتكرر الأخطاء في العديد من المقابلات من طرف النفس الحكم فأظن على أنه الشعار الذي هو الآن في الدستور الجديد يرحل يرحل عن التحكيم نرجع عند هشام هشام تكلم سي ناصري دال واحد مقتدل الإشارة للشغب ودال لها الاليزو مع التحكيم يعني دال لها الربط مع التحكيم وشتكت تفقد أن الحكم أعطى حمراء لعاب ستنضع للشغب فتنين وشتين نقطة قدر تكون أما أن المشكلة نحن فينا فيهم بجوج عندنا في المغرب ماشي فقط لأننا حكم مصالح عندنا المشكل فيهم بجوج أصلا نا هو ماشي سبب وحده هو سبب من الأسباب ولكن لأنه علاش لأنه المشكل فيه كي يوقع أنه الجمهور واعي بأنه الخطأ ديال التحكيم هو هو وارد الخطأ بشاري لأنه إذا شفنا المباراة ديال تشيلسي لواحد مباراة يعني في المدة الأخيرة لما عقلنا شيئا فالحاكم رتكب أخطاء لها فادحة جدا كانت مباراة شمبيونز دي كانت توقف على إدرا دروكبا ترواموات توقف لانبار توقف تيري توقف العميكتر يعني أخطأ لها فادحة فكأس العالم ألفين وعشر راش من الخطأ الفادح ديال مباراة ألمانيا وإنجلاتيرا فالهدف يعني اللي داخل بواحد المسافة كبيرة ومع ذلك فالحاكم اعتبروا أنه ماشي ماشي هذا فالمسألة تحكيم واردة ولكن فين كي وقعه هو كي وقعه بذيك العلاقة تيقام بالمؤسسة والمحيط دياله لأنه الآن كنت راكم ديال فقدان تيقى في المؤسسة يقول لي فقدان تيقى في المؤسسة وخاك تكون على صواب كان فقد فيك تيقى وخاك تكون تاخذ رأي صائب دائما نشكك فيه فهذا علاقة تيقى هي اللي خصنا نخدم عليها الآن خصنا نبينه بأنه التحكيم بارئ وباش نبينه التحكيم بارئ فمن خلال اجتهاد من خلال تكوين من خلال اختيار الأشخاص المناسبين ففي ذلك سنكونوا أننا كنت قبلوا الخاطئ بصد الرحب وكنعتبروا بأنه خاطئ اللي غير مقصود الآن وخطرتها بأخطاء عن غير قصد سنقول لي ونشكو فيها فهنا في المشكل الكبير هو التيقى من اللي كتولي التيقى يقول لي رد فعل يمكن يكون عنيف بالفعل أنه يمكن أنه يكون سبب من بين أسباب ولكن ولو أنني كنشوف أنه الشغب عنده أسباب اللي هي أعمق وقد تتعلق بأشياء اللي ما عنداش علاقة بالرياضة لأنه يجب أن نبحثوا في المجتمع المشاكين المجموعة من الأشياء يعني اللي هي ممكن كتكون الكورة واحد المجال فين كيف فرغوا الناس لأنه كتكون ذلك المفهوم دي الجماعة كيكون فهم دي الإنسان كيرقى وحد الحرية معينة فكن نظن أنه بعض علاقة التيقية اللي يجب أن نشتغل لها كثير لأنه من اللي كتفقد التيقى في مؤسسة فتم كيوالي العلاقة كيكون فاو حتى والثور ومن كتكونش علاقة سانية إضافة سي ناصير عندي إضافة في هذا القضية دي الشغل تقيب إضافة جميع الحركات اللي كتجرى في الملعب هي من مسببات شغل مسير حينما يعلن الحكم ضربة جزاء ضد فريقه ويقوم بحركة كيرفا عديه فهذه دعوة صريحة للجمهور باش ينهو الشغل لاعب حينما يقوم بحركة ويعاقب عليها ويقوم بحركة هذه دعوة للشغل الحكم حينما يخطئ هي دعوة صريحة للشغل ردود الفعل دي لهذاك المتفرج غدا تجاوز الملعب إلى الممتلكات إلى السيارات الخاصة إلى غير ذلك أيضا من التجهيزات ريادية وغيرها والدروفين كي يجي وكي باش كيدخول هذه العديد ولكن حينما نتكلم عن التحكيم فأقول بأنه سبب مباشر في إطارة الشغل وسبب مباشر إما في إقلاع الكرة وإما في قتلها لأنه الغاية من تنظيم مقابلة هو الفرجة هو ونتيجة حينما تكون الأسباب هناك أسباب بارزة في العدالة وهي غير عادلة لكي تغير النتيجة بطريقة ما وبأخطاء متكررة فأظن بأن اللعبة الآن نقتلها بدون أن ندري أو أننا ندري من هنا جاءت هاد الاهتمامات بميدان التحكيم وبالحكم وبدوروا في مصطفر ديالو الإقامة ديالو توفير جميع الأشياء له هذا كل شيء يمكن الدار ولكن شخصيته رمكة شراءه ما كنتباع ما عنده ولو شخصية نزاهة معرفته إلمامه بالقوانين تصرفاته حضوره كتب جولة لجنة المركزية المديرية التحكيم أنا أقول لك السؤال فعلا هذا فكرة معقولة لأنه هذه الطرق العادية أنا أطرح السؤال ما الغاية أن نكتب هل ندعو إلى عدم قابول هذا الحكم باش ما يبقى شيء النتيجة ما وصلنا لها أنا كنتمنى أن الإخوان المعنيين بالأمر في الجنة المركزية أنه هنا يكون تقييم شمولي لقاذ التحكيم ومن أجاد نجازيه ومن أخطأه وتسبابه في عديد من المشاكل للكورة وليس للفريقين ضد فريق فيجب أن نجازيه وأيضا ويجب أن تكون اختياراتنا مبنية على المحاسبة نحن الآن نتكلم عن كل شيء المحاسبة للمسير المحاسبة للمدرب المحاسبة لللاعب والحكم لا لا يعقل وبالأخص أنه هو الذي يكون في الواجهة ثم هناك على هؤلاء المراقبين نوعيتهم تأهيل ديالهم هل فعلا رسالتهم كتصل وشنا هي نتائج ديال دراسة تقاريرهم ما كانش تواصل باش نعرفه ولو حالة من الحالات من الحالات المتعددة غير واش أن مراقبين ديالنا وصلوا متالا إلى أن الأخطاء المتكررة هي العلاقة ما بين التوليات ديال التحكيم متالا واش هاد هاد العلاقة هي طورات بتطور تقنيات الجديدة أم لا لأنه لو كان هاد تطور كين مغان شوفوش كورة ديال الكورنير موضو عش محلها كتكلم الموضي الجيش كنموداج هذيك تعودت تقريبا شي سبعة أو تمئة مئة خطرات ولا بش فلو كانت هاد تقنيات أدم أدية الدور ديالا راكين الحكم الرابع راكين الحكم بالمقابل كيتكلم على بيناتي تاودي الجيش أنا قلت لك أنه ما كان قولوش أن الفريق بأخطاء وكانت لي صالح فريق آخر هي ضد الفريقين معا الجيش تاوى أخضح قول لاعبين لكن أعطيني أعطيهم الأخطاء اللي ارتكب فيها ضد الفريقين معا نرفزة اللاعبين عدم تقاكي غالكسي هشام في هاد المهمة الخطيرة ولا تفقدات التقا في أنني كنشوف حكام ما كيمتلش تقا اللي اللي مفروض عليه العدالة والثيقة والنزاه هذه تفقد من الصعب جدا أنني نقتنع بقرارات أولا سيدي طرف الحساب قبل كيتك تحاسب المسير اللاعب المدرب حكم المسير والمسؤول أنت صحفي تاوى طرف اللعبات تاوى قص يدخل في الحساب أنا مشيقا الصحافة زوينا مشكونوا واضحين نحنا قابل المحاسبة من اليوم مشكونوا واضحين فد القادية لابغينا نزيد القدام كوشام سألت أمرا متخداف من الرجاي حيث على الأساسات التي أصبح كاميليا أوفنسي في الرجاي ريش م Rio Mbani مجاهرة لك نزيد القادية ما أنت تلعب كوشام في المحاسبة محمد جدا ما أصبح لك في الرجاي؟ ما هي الأساسات التي تأتي أدخل المسير هل ستكون تقا فيكوشام؟ كيف نقول احنا البوست اللي جيش انا على قبله الفريق الرجاع هو كيف نقول احنا وسط ميدان دفاعي دفاعي اه ولكن هاو تانين كيف نتعرف كرة القدم في الزب دي المتغيرات و كيف نقول احنا لسي محمد فاخر و كامل الاخشيار لانك تلعف جيال و انت اخذت الحمرة في الكاري و انت دفاعي اصلا قلت اذا دفاعي انت اخذتها في الكاري قلت احدث تلعف كرة القدم في الكاري و كيف نعرف كرة القدمية و يعتبر انهم لنا متفاعي لنا لعب مفجرد و كيف نتوقف و أنت انتقل لهم بالتنقل لتنقل لهم اه و و لدينا شخص دي المعابلات أوروبية و هاو مدافع ان يزيدوا في الكاري و تنانيت المعابلات لها المشكلة انت دفاعي العادية رجع بك هذا الماتش والذي سوف نرى الحسيمة الماتش الراجع كلهم منهم سيناسي اللي حان يتدوي على الحكام ولكن ضيعت الراجع بزاوش لا تشوفش أنه اللعب كان عنهم الضغط من بعد السلسلة قربوا لهم فراقي تم في الترتيب وشتش مكاش لعب عن العقلية تم ودي اللعبين ونوتي لعب عنهم ونوتي فكروا في كتر هنا جاءوا دي زوكازيون الحافيذي الكاروشي البرزوق الليكنتاني الكورة بالرأس لي خرج الرجال القروني وضعت دي زوكازيون كانت قدرت الراجع تخرج المتصرف في هذه المباراة طبعا دلحال سيامين مقابل عرفت بزافت الحويش اللي مش نقوله حنا متغيرات وش الضغط وش اللعبات يفكره في القضية والضغط اللي هو منجبهور وخسكم ديرويتيت وتردبحون الفار وتبعدوا بعدما كان واحد القيادة مرتاحة في الترتيب ذا بولا كل شيء نقطة بل أكثر أن اليوم مؤقتا الراجع في صفتاني لا الضغط لا يريد استيامين وإنما كورا هي نحن ما زال بقى عندما نقوله وبقى عندما نحن أحاليا بقى لنا مقابلة والذين قدرون نربحوها ونكونوا نحن اللوولين والضغط لا يريد في كورة القادمة تفضل سينا سينا جد الإشكال اللي طرحتي استيامين هو فعلا هناك بعض الثقافات الآن أصبحت تسود هي حق وأريد بها باطل أو هي باطل أريد بها حق الآن هناك بعض الأندية التي تسعى إلى أن تكون في الرياضة لعدة اعتبارات القاعدة الجماهيرية ديالها ولا المكانة ديالها ولا نوعية اللاعبين للتركيبة البشرية ولا التأطير ديالها ولا الإمكانيات المرصودة لها عند بعض الأندية هذا حقهم حق مشروع لا يعقل أن أقول وأخلاص فريق مثل الرجاء عنده لعبا خصنته ما هي رغا غادي لاستطعوا يسجلوا رام غادي سجلوا مخصم شي بقاوه في تحكيم ميلس قاوه في هذه والهدي المطلوب هو أن لكل دي حقين حقاه فريق ضعيف أو لفريق ويت قيم دياله والنتيجة دياله والعطاء دياله والتهيئ دياله ما يمكنش نديروا اعتبارات أخرى على أنه ننتبجح بأنه ولا هذا فريق هذا الآن مع الأسف أصبحت هذا اللغة سائدة لا يعقل أن فريق عنده ترسانة بشرية من نوع معين ويبقاوا يتبعوا الحكم ما خصهم يحترموا قرارات الحكم خصهم يحترموا الحكم ولكن في نفس الآن يتألمون بالأخطاء التحكيم اللي كتحطم اليوم هاد المعنويات لماذا نقتلوا الطموحات ديال الناس هذا حق مشروع أن كل فريق تكون عنده طموح بغي نأخذ بطولة بغي نحقق ألقاب لعبين بغي يكونوا في المستوى العالي إلى ما كانش الحكام يحميهم بالقانون وليس بالمحابات ما كانش المحابات حتى الحكم الذي يحبيه فوليس حكا ولا يوجد أي فريق يريد أن يصل إلى ممتغى عن طريق المحابات بل بشرط نبحثه جميعا كرياضيين بأن نكون في مستوى تقدير تحكيم التحكيم لأنه من من الحكام الجيدة ومن من الحكم العادل ومن القرارات العادلة هدوه ما معنى التحكيم أما أن يدخل التحكيم كمشكلة فسلاما على المرسلين لا في النتائج ولا في الفرجة ولا في عطاء اللاعبين ولا حتى في التطلع إلى المستقبل الآن هذه بطولة في سنتها الثانية ديال الاحتراف يجب أن نرى تحولات ما نبقاوش نتذكره على هذا الأخبار ونحن نجيك باش ننهيو هذا النقاش هذا وبعدوز المجد الحسيمة في نقطة صغيرة لماذا لا تفكر بش أونجاجي حاكم يعلم الأجياء اللي يأتي في الراجا ميني مكادي جونيور ميملي سينيور ميملي ديريجان إنك ما يكوش كيف يفهم القانون دي الحكام حاكم بيأتي مرة في الأسبوع ولا مرة في خمستاشر يوم صحيح يعطي قوانين للتحكيم نسبة اللاعبين أكيد هذه كنا والآن عدنا مسائل تقنية اللي مسجلة وكي يجيوا على على مستوى الإعداد الأسبوعي إنه كنا نقاشات حول التحكيم حول العلاقة ما بين اللاعب والأطور مع التحكيم حتى أن هذا الشرط بما فيه أطور ومو كلها الأطور واللاعبين كيف يتعامل مع مع المقابلة يجب ديراية لا أقول ديراية معمقة ولكن ديراية متوسطة بما هي بما قوانين التحكيم وبالأخص في مجموعها لأنها ليست كثيرة بقوانين للتحكيم رسالة 17 اللواء مثلا ولكن ليست كافية راها شحل من واحد عنده رخصة السياقة هشام انتقلوا الآن مباراة غدار رجاء ريديشام بريم حسيق وذلك نتكلم عن تحكيم كلمة نقاط كثير رجاء فهد الفترة المركاتو تصدفوا ثلاثة اللاعبين اللي هما بسعدان اللي هو اللاعب دي الأمل دي الفارق الرجاء الرياضي كي إنك بضربانون وأجنين هدو من اللاعب هذا إشارة يمكن أن الرجاء محاش سأجيب لعبا ما تطار حديث على اللعابة ولكن حالياً يمكن أن يدين إشارة معند الرجاء أنه يمكن ما غادش يكونك جلب لعبين أخرين من نسبة الرجاء أنه وصلت الرجاء الخمسة وعشرين لعب قوة دو بلاس بعدما كان إنه عشرين لابوله خمسة وعشرين لعب يمكن أن يكون إشارة ويمكن أنه محمد يعني في استغل الغيابات باش أنه اللاعبين دي الأمل يدخلوا في الأجواء دي لا يدخلوا بشياء بسفر صمي في اللائح هذا سوف يتضافوا اللائحة العربية سوف يتضافوا اللاعبين يعني مدام هذا هو الاختيار اللي كان فكنظن أنها مسألة اللي كما قلتين فهذا هو المؤشير اللي كان كوشام أنت تشوف الضغط اللي كان واش كيبالك المشوار دي البطولة كيفاش كيبالك حاليا مباراة لباقة طريقة بشكل عملك الخوصون تكتيف خليب قدام أنت أفرام احترامتنا الأولابيكا ما تتدرش على الأولابيكا لا تتلعبش على البطولة دا بنتا الآن فرقة في هذه الضغوطات كتير وكتلعب في كل ما تشخصت تربح كيفاش كتشوف المشوار متبقي لفاريق الرجا كيف مشي شاد الجامع بأن البطولة هذا العام مشي صارحة مشي سالة وكل فاريق شي جند بشي يقدم كل ما عنده أما بنسبة الفاريق الرجا البيضاوي فهو الحمد للله إحنا الحاليا غادي في مصر صحيح وغنزيدوا القدام وإن شاء الله نأكدوا هاتشي بالفوز دينا إن شاء الله إن شاء الله التابع التابع التالية التابع التالية أما اختيارات المدريب فانت ما تؤثرش عليها لأن اختياراتنا احترموها كاملين المهم هو أنه إنسان تجي شي فارق خاصه يخدم ويشاهد وما تجي واحد ما تكره بشي يكون رسمي ولكن كل شي شي صف مصلحة الفارق نعم وأنا إن شاء الله كيف ما تعرف جميع أن نحاول نشاهد ونخدم وكيف نقوله وشان نقدوم زيان ودي باش الفارق يزيد قدام جيد حكم غدا كعرفوا هناك هناك عدم تقبل مطرف رجاوي الجيد هذه سنة تقريبنا شي وآخر مقابلة العباء كانت مع الفرصة وشفنا ضربة الجزاء اللي بينه من الطيارة وما بينش لي فهذه مشكلة كي تطرح بهذه الصورة اللي ذكر ربه بخير سي جيدك النموذج واقعا نتمنى والله أن أمتال هذه الملاحظات اللي شافوها الحكام على المقابلة الأخيرة أنهم يكون عندهم واحد الإحساس بأنهم يسعون إلى الأحسن لما فيه المصلحة الكرة القدم الوطنية والأندية الوطنية بصفة عامة وليس هذا الندي أو الآخر أنا لا أقل ناقشه أيضا مسألة أخرى هو الرجاء الرياضي الآن بعد فتر انتقالت كالنا زمان محمد البارح في راديو مارس يتكلم على رجاء بشي بعد لا تخاف الإمارات أو تركيا فين غادي الريزيرفاسيون شنو التصوريكين في غادي الوجاوش الإمارات واش تركيا قال أنه يكون عشرية ويكون ماتش واحد لعابة يسترحوا كتر ما أنهم يلعبون المباراة لأنهم معيوا بكتر الضغط لهم تفضل سنة سنة لحد الساعة الآن بقى الاختيارات بجوج واردين وبالأخص أن المقابلة دي الكأس العرب صبقات من 12 إلى 8 بدأت جرى مع النادي العراقي القوة الجوية بالعراق وليس بالأردن وبالعراق ولأول مرة يشمشي لعب فريق مغريب في العراق كلام العراق فريق عراقي يقيم في العراق أحسنتك مشاتي لعبت مع فريق عراقي وكان أنا ذاك يجي نشأة أكرم للراجة ونشأة أكرم ولاجهة عرضي للشباب السعودي ومشاء الشباب السعودي إذن تمانية في الشهر ستكون هذه يبقي الآن تحديد المدة الزمنية التي ستوقفها البطولة ويمتغى التفضل ثم الاختيارات بناء على معطيات على الملاعب التدريب على المقابلة الحبية وهي بالإمارات وتركيا تماما إن شاء الله سعفك الأشكال الأقرب تركيا أقرب هي تركيا الأقرب هي تركيا لأنه واحد الخلية منكبة على هذا الجانب لمراعاة جميع المسائل اللوجيستيكية والبرمجة دي المقابلة الحبية والملاعب دي التدريب وغيرها والتقييم المالي لكل مرحلة اللي هو واضح هو أنه سواء أنه قيمة هذا المعسكرة بالمغرب أو في تركيا هو نفس القيمة المالية وبالتالي في هذه المعنويات أن اللاعب يخرج يغير الأجواء وهذه وإذا ارتعى الآن النخيب دي المدرب دي الفريق غادي يشوف شنو الأختيار اللي مناسب وغادي نمشي فيه في هذه الفترة دي المركات التدريب يوسف روسي رجاء للفريق فريقه أدي مسألة الخدافة فيها القرار والإخوان والصفي وملف تطوى والصلح وخير يوسف روسي رجع لي فريقه بعدما كانت الحلقة هنا في يوسف روسي رجع بنفس المهام وإضافة مهمة أخرى على صعيد فريق أولتش لكينا هنشام لذلك اللي كنت نهار لش ما بقلي لأنها كانت مكيتيش حجر سمية كانت وقع ذلك نهار بغير لليتيج لي كان من بعد هو يوسف روسي رجع لي فريق دياله وش هم واحد لها مناقا كود ديرك جيتو من يوسف روسي حتى مجينا بتا واحد حنا هنا رجاء كافية وبلاصة فش غنديل المعلومات دي الراجة هو منبر دي الراجة تسمع فيه صوتها المعلومات القضايا دي الراجة إنما يوسف روسي كانت يمكن بحلال شي واحد كتسنم من العائلة دياله أنها تشارت شوف فيه أنه تضرب عافة وارجع عنه كانش خلاف ما بين أعداء فهو كان خلاف داخل عائلة وكان النار الأمر جاء في مجارها أنه يوسف روسي غاد يرجع لما ممكن ظن أنه غيت المرسمية نغدى إن شاء الله في اللقاء سترك ما بين الرئيس ويوسف روسي ومكونات كلها المشرف العام والمدري مرادة المحل الأولى وانتهت ويستمر نقطة في مسألة تنظيمية وهنا تأسير وزاني خصوص يسمع معنا لأنه مكتب وانا حدثت مع من الملخارطين وجمهور الراجع تتكلمون عن دعوات تتعطى في اللقاء الكبيرة أنها لا تتقوى في السوق السوداء كالتباع وذلك لماذا بدأت دعوات لك أنت تخرج وهي تتباع؟ لماذا لا تخرج محددة؟ لبعض أشخاص مدرأ شركات أو أي شيء لديك تدور بعد تتباع بأتمينا في السوق السوداء وذلك وصلت الصوت الجمهور الراجع هذا سؤال وجيه هي الدعوات كتمشي رسميا لما لها بناء على واحد الجدول الإخوة المنخارطين عندهم البطائق ديالهم رسميا دعم مشاجي دعوات كلهم مقابل هذه السنويا عندهم البطاقة الرسمية عندهم الأماكن المخصصة لهم في المركب محمد الخميس هناك دعوات لكتمشي الجهات لكتساعد الفريق سؤون جهات إدارية أو سلطة أو منتخبين أو غيرهم ولا يمكنه إطلاقا أن الرجاء ستتبع في نبشة هذا الانفتاسي ولما نعطاها الأخر ولما نعطاها كل ما في الأمر أن القيمة هذه الدعوة ستوقع عندها لا تعطينا صورة مشوهة وهذه دعوة للناس يريد أن يخدشوا الجمالية قيمة هذه الدعوة وهذه المبادرة التي تديرها الرجاء لمن يستحقها وكتغيرها فالله يهدي الناس هو حل بسيط لا تمشي بالإسم بالدعوة والذي يفعل إسم بالإسم من الشخص شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ثم للمشاهدة 3douvelet.gajakazablonka.com سأقول لهم إذا تتبعوا معنا البرنامج ليس سجل في الفيديو بصورة والصوت إن شاء الله يكون غدا يمكن أن يكون غدا إن شاء الله سيسماعيل كوشاب شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة